وقت الفراغك بعيداً على العائلة كيف تقضي وقت فراغك؟ تطبخ؟ لا 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 ما عندي هوايات محددة يعني قد ما فيني بحب إذا كنت لوحدي يعني ما كان عندي التزامات مع العائلة بحب كون رواء كتير أنا زلمي مثل ما بقولوا بيتوتي ما بحب كتير بعطى الهم المشوير والضهرات كتير لحظة بسلع هذا الشيء وبحب بيعد كتير كتير يعني بيعد عن الأجواء الأضواء الحكي بالباسكت وما بحب بحكي بالباسكت لما يكون ما عندي شغل باسكت هيدا الشيء بتفدي كتير عن جد يعني وأنا عذاب معظم محيطي هو ناس ما خصهم بالباسكت يعني أصحابي أنا كتير كلوز أنا اليون ما بيشتغلوا باسكت بس بحبوا الباسكت وبيطيبوا بس منهم انفولف يعني حديثنا ما بيكون مركز على الباسكتبول يعني تعرف انت وما تروح بصير عالم عنده أسئلة عالم عنده فأنا هيدا جرب بتفدي كتير فهي بكون قاعد رواء يعني أشرب قهوة أقعد قريب للبحر يعني بحكم هذه المساحة الجغرافية اللي بأشاعة يعني بجري بكون دايما قريب نحنا من إلا المنطق يعني على البحر على المنارة على كوتش أحمد إذا كنت خسران لسمح الله يعني مع الرياضة تحديدة ورجعت على البيت هل بتفش خلقك بحدا لا لا أبدا هل خسرتك بتنحسر بالملعب برات الملعب خلص أبدا أول شي لأنه بدي جرب أعطي لأنه أولادي أنا أول شي ابني كبير صار بيتابع كتير وبيتأثر يعني سو إذا خسرت عمر صار تسع سنين فبالنسبة لأله أنه خسرت شي كبير أنه خسر بابا وكذا سو أنا بحاول قد ما فيني فهمه أنه الرياضة هي ربح وخسارة كمان أنت بدأت على المدرس منه لهذا اللعيب لهذا الولد أنه يكون عنده روح رياضية لأنه هو هلأ عم يكتشف كل شي بالمدرسة عم يلعب فوتبول عم يلعب باسكت فبدو يتعلم أنه ما علش إذا خسرت وإذا ما خسرت ما حتربح ومش دايما الواحد حيضر يربح يعني هو لأنه وعي معي أنه أنا دايما كنت عم بربح عم بعمل إنجازات عم بشوف كؤوس ميداليات عم تجي على البيت كذا فدايما بجري بكون هادئ قدمة فيني وزوجتي بتساعد بهذا الموضوع تحديدا هذا الموضوع بتجرب ما تحكي بالموضوع بعد المباراة إذا فيه خسارة بتجرب ما تحكي بالموضوع منجرب نغير الجو شوي بس أكيد يعني أنا بهذه الليلة أنا ما بنام فبعد لحالة بفكر شو صار برجع بحضر المباراة برجع منقيم منجرب كيف بدنا نرجع نوعف على إجرينا يعني ما بجرب قدمة فيني طول كتير بالتفكير بالإخسارة لأنه هذا بيعمل نوع من الأحباط وانت تاني يوم عندك تمرين تمريني يوم عندك مباراة وخصوصا هذا الموضوع كان صعب كتير العالم ما بتعرف أنه أنا استلمت النادر رياضي ولا مرة كان عندي تمرين كامل وغير هيك نحنا كنا نتمرين نلعب جيم نتمرين نلعب جيم نطلع على الطيارة نروح على إيران نجي من إيران نروح على الأردن نرجع نلعب مباراة بوصل نلعج نلعب الدورة اللبنانية رحنا على دبي فكان بس المقل يعني الشغل تبعنا تحضير لمباريات ما كان فيه تمرين بتحس مشكل جمهور الرياضي اللي ذكرت أنا شوي أنه بعده ما عبيتقبل الإخسارة ببعض المطاريح من هوني بتبليش فوت بالباسكت أنا الدورة اللبنانية هذي حيكون الجزء الأكبر من حلقتنا مشكل جمهور الرياضي هل هو أنه بعده ما عبيتقبل الإخسارة؟ لك هي مننا مشكلة دايماً أنت جمهور النادي الكبير اللي بيكون عنده إنجازات ونادي مثل النادي الرياضي أكيد طبيعي جمهوره ما حيتقبل الإخسارة أنا ما باعتبرها مشكلة المشكلة بتصير لما أنت ما يكون عندك صبر يعني أنت دايماً النادي الرياضي قبل أحمد فران بسنين بعمر يعني أنا هلأ يعني جيد النادي الرياضي كان دايماً يفرح جمهوره النادي الرياضي كان دايماً يجيب بطولات النادي الرياضي كان دايماً يربح هي المشكلة بالجيل الجديد من جمهور الرياضي هو الصبر وإنت يعني من زمان ما كان في شيء اسمه سوشيل ميديا يعني كانت صير فيه خسارة ما حدا يمكن يعرف فيها إلا العالم اللي وجهوا على الملعب إلا اللي كانوا بالملعب عرفت عليك كيف لأنه بوجود السوشيل ميديا صير لصص تنتشر أعدائق بصيروا كتار مش عم بحكي من جمهور نادي الرياض برات جمهور نادي يعني أنا هالسنة هجمت من الناس ما خصم بالنادي الرياضي أكتر بكتير من جمهور النادي الرياضي وبعدك عدبان على جمهور الرياضي لمحلل المحلات هي نتزعلان أنا مش عتب مش عتب هي الموضوع أنا ما عندي مشكلة بالانتقاد فيك تنتقد قد ما بدك وفيك تحلل قد ما بدك أنا عندي مشكلة وعندي عتب باللي يجرحوا باللي يتحجموا بالشخص واللي كانوا أصدقاء لألك أمك مش أصدقاء كانوا مؤيدين لألك عادي هيدا شي هيدا إيه هيدول هن ناس حرين يعني فيون يميلوا على الميل اللي بدون تعرفون وين هن بالأسماء؟ بعرف بعرف بالأسماء بس أنا ما عندي فيسبوك فهيدا الشيء هذا الشيء بوزيتيف هيدا مريح راسك كتير مريح راسك كتير خمس سنين ما بعفش هو الفيسبوك وما تتخيل من راحة نفسية جدا يعني ماكسيموم أنا على الإنستغرام وما عندي شي غير لتيك توك ولا عندي فكرة عنهم ولا بيعنيلي يعني من وقت ما أنت بتشتغل بالشأن العام مجبور تتحمل الانتقاد ولا ما تشتغل الشأن صح أنت مجبور تكون تحت المجهر بدك تتقبل العالم بس أنا ما فيني أتقبل العالم اللي بتشخصن الأمور يعني بتاخدها شخصية لا ما تفرج بي البطولي رجع مئة بالمئة فهي قصة صبر هي قصة وقت أنا ما كني سحر ولا عندي كبسة زر أخذ البروست وقت شهرين شهرين وشوي جبنا الأجانب المزبوطين ويدليفرد ربحنا خلص الأجانب المزبوطين برأيك أكيد يعني أنا وقت استلمت الفريق استلمت الفريق في أجنبي كاسر إيده وفل وأجنبي ما بدو يلعب مع الفريق اللي هو أتر مجوك هو بدو يفل ما بدو يلعب منه مبسوط فكان الاتفاق معه أنه لعب بطولة دبي وبعد بطولة دبي الله يسرنا بيأبدع مية بالمية فحطنا بظرف كتير صعب بفترة مستحيل تلاقي فيها أجانب شهر واحد شهر اثنان ونص ثلاثة أنت مستحيل تلاقي أجانب لأن الدوريات اللي مثل الصين ومثل أستراليا بتبلش تفلي الأجانب بآخر ثلاثة فإحنا كان عنا صبرنا تحملنا تهاجمنا خسرنا خسارتين كانوا بشهر رمضان اللي عالم ما بتعرفها أنه اللعيبي صايم يعني تطلع تلعب الساعة أربعة ونص ساعة أربعة ونص طالعي تلعب مبارات أنت صايم اللعيب من وما كان صح يعني كمان احنا مش بس أنه ملعبنا منيح كمان مستوى بعض اللعيبي هبط بهذه الفترة يعني دي كودن ديليفر شو مطلوب منهم فكان عنا مشكل بالأجنب عنا فترة الصيام عنا إصابات لرجعنا نحنا رتبنا كل الأمور عملنا كل العالم الرن اللي بتعرفها اللي عملنا تقريبا 19-0 صح وأنه خسرنا خسارة واحدة بفينال بطولة لبنان اللي هي كانت طبيعية كنا جايين بعدنا من احتفال بفوز بغرب آسيا بعدها بيومين نحنا لعبنا وقبل كان فيه 3-0 غزير وقبل كمان نحنا لعبين مباريتان ضد الحكمة وسافرنا بيناتهم ع إيران لعبنا أول ماتش بالنهائي ربحنا بإيران جعنا جينا من إيران ارتحنا نهار لعبنا ضد الحكمة لعبنا الأربعة ضد إيران 100-100 جعنا إيران جعنا جمعة ضد دينامو جعنا ثبت أو أحد ضد دينامو بتذكر أحد كان أول جيم 100% ضد دينامو فكان طبيعي فتقريبا آخر فترة نحنا عملنا 24-1 من آخر شهر 3 لحد ما خلص الدورة بـ 1-June أو 30-May كان فترة بعتقد كتير حلوة بالنسبة لألنا أنه بعد كلها التعب بس مننا من الأصعب بيحس بالنسبة لك كان قطع عليك بطوليات أصعب قطع عليك بطوليات أصعب قطع عليك بطوليات أصعب بطولة 2017 كنت أول ما مستلم الفريق خبر تقليلي كانت down to zero ضد الهومنتمن 4-2 من بعد فينال الـ 4-3 ضد الهومنتمن وطنصاب واقل وكريس دانيلز مارين بظروف أصعب أنا عندي الخبرة الكافية أعرف أتعاطى مع هيدا المواضيع يعني أنا هيدا قصة الهجوم عندك الخبرة الكافية في حالم كلها بتفكر أنه أنا تحت الضغط يعني لما يكون فيه هجوم يعني أنا الهجوم اللي اتعرضت له لا مثيل إله يعني حتى ولا مدرب بلبنان متعرض لأفضل حال مع أنه في كتير مدربين كمان فرق ومعنهم بجت كتير كبير ومربحوا ما حدا تهاجم بالطريقة اللي أنا تهاجمت فيها بس عمل لك المميز هذه السنة أنه أجد فئة جديدة من من جمهور الرياضي أرفت علي كيف كون نطرتني على الدعس لأعمل شي هل هو اللي بتقول جيش إلكتروني فينا يعني فيلك أنا معي معي تفاصيل كتير بس هذه القصص مباطية أهمية أنت إلا لو ما سألتني هذا الموضوع منه على بالي يعني صار عندي الخبرة الكافية لأفض عاطمة هذه الأمور وتحت الضغط كيف نتصرف أنا أكيد هدف إيه سعود جمهور الرياضي لأنه مثل ما هني بيساعدونا وبيعطونا هيد القوة والباور اللي بيعطونا إياها بالملعب يعني أنت أدي بتحب الجمهور أنا كتير بحب الجمهور وخصوصا الجمهور تبع الملعب اللي أنا بشوفه بعيني من جمهور اللي قاعد ورا كيبورد الجمهور اللي أنا بشوفه بعيني بالملعب على مدى الموسم يعني كل ما أبرم وراي نفس الوجوه كل ما أبرم عشمال لنفس الوجوه حافظنا حافظنا أكيد هدول الشباب أولاد النادي هدول الشباب بيعطوا وقتهم وبيعطوا مالهم وبيعطوا أوقاتهم وكل قوتهم كرمال يدعمونا يعني إحنا واجبنا أنه نفرحهم يعني إحنا صدقا بمباراة نهاد نوفل فينال ضد إيران أنا أول ما فتت على الملعب ادهرت من اللوكي الروم قبل الجيم والله يعني صدقا يعني هيك بتشيمة بتقول صار إيجاني هيك أب شعر بدني لما شفت المنظر يعني لازم يكبر الملعب أكيد 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 بس أنا بتفهم كمان أنه ظروف ما بتسمح يعني أنت لا بدك تعمل فريق كبير وتصرف البدجت عليه يا بدك أنت تعمل فريق صغير لمدة موسم موسمان وتصرف على الملعب شو جيت لازلك بهذا الموضوع هلا أكيد نحنا بنتمنى نكون عندنا ملعب بس المنارة أحلى هيك أصغر رعب لدي مكان مية بالمية مية بالمية أنا هلأ دغرج لشعوريا بصير بقلب جمهور الرياضي جمهور الرياضي بيستهى الملعب أكبر لأنه أثبت بينه هاد نوفل أدي عنده تعطش يعني أنت العالم اللي إجت من البقاء على الغربي العالم اللي إجت من البقاء على الأوسط جيمنا كان عشر كان تسع الجيم ما ضل حدا ما أجه من عكار خمس الملعب مفول كان مية بالمية من الجيم تسع وعشر قال ربع نحن ما توقعنا أنه نفوت يعني هذا المنظر نحن منشوفه واللوحات اللي عجر سيمة الجمهور والألترس على وجه الأخص يعني نحن منتوقع هذا الحضور يكون لمنتخب لبنان فتنا لأينا هذا الحضور بينه هاد نوفل للنادي الرياضي شي بيرفع الراس يعني وكمان دعمهم لأنه مثلا استقبال الباص الفريق لما يوصل هذا شي هذه اللحظات لا تنتسع يعني نحن بالنسبة لأنه بتعني لنا كتير وهن يكونوا على يقين أنه نعمل المستحيل كرميل هن يعيشوا هاللحظات ونحن نعيشها معهم للجمهور فكل التحية وكل الحب لجمهور النادي الرياضي